سيدنا علقم بن قيس قال كنت مع سيدنا عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كان معه يوم جمعة قال فذهبت معه إلى المسجد نريد إلى المسجد الجامع الذي تقام فيه الجمعة نريد أن نصلي الجمعة قال فوجد سيدنا عبدالله بن مسعود وجد ثلاثة سبقه قال فتأسف وتحصر وقال رابع أربعة وما رابع أربعة ببعيد إنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يرتب الناس في مقامهم من الله بقدر تبكيرهم إلى الجمعة فهو تأسف على أنه لم يكن الأول ولا الثاني ولا الثالث فوجد نفسه رابع أربعة ولكنه قال رابع أربعة للمسجد